دائماً ديكور البيت منحب يكون جميل مريح لأنه بالوقت نفسه المنظر الجميل يبيعكس الحالة نفسية ريئة لنا سواء كان بالمطبخ بغرفة النوم بالصالون بصالون استقبال الضوف على تعدد الألوان التصاميم وحتى فرش البيت والإضاءة تماماً بالإضافة لهذا الشيء أنه ديكور البيت هو يعني هيك عبارة عن لمسات تجميلية وسحرية منضيفة كذوق جمالي وحيوي ومتجدد بالبيت ولكن في كتير أخطاء شائعة بيرتكبوها الأشخاص بدون معرفة مسبقة فيها سواء بتنسي الألوان أو اختيار فرش جديد للبيت أو حتى وقت نجي قال يعني لنحسن الديكور الأديم من كون خبصناها أجوبة كتيرة ومعلومات حلوة رح نعرفها مع ضيفتنا مصوممة الديكور الداخلي منال برنجاكشي صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح صباحك أهلا وسهلا فيك معنا لليوم خلينا بالبداية نحكي هيك عن مقاطج جوهرية الأساسية حتى نحن نكون مرتاحين ضمن المنزل لا أول شيء وقتني من فوت على البيت أول شيء بالفوت نظرنا هي الفرش أول شيء كلون كحجم كألوان الادهان أو ألوان مثلا الأساس طبع الحائط أما بيجذبك هذا المكان وأنك حابة تعدي فيه وترتاحي أو بالعكس بيحسسك بأنه في عندك تعقيدات بصرية أول شيء هو بالنظر يعني بتبين معيك للقصص أنه ما لا مترابطة ما لا مريحة تحاولي تعدي بقاء بتكتشفي أنه إما حجم القطع الفرش هي كبيرة كبيرة على المكان كبيرة أو كثيرة يعني محطوطة بعدد أنه الأساسيات كثيرة تمام ألوان الحائط ممكن تكون أنه ممتناسبة في نشاز بين قطعة الفرش والحائط أو الأكسسوريز كثيرة بنوقعة مثل ما قلتي بنخبصها أيام نحب الأكسسوارات كثير وكذا هي ما في مشكلة يكون عندنا أكسسوار كثير بس فيك تعملي جزء وتخبي جزء بحيث أنه ضل متجدد ضل يعني متحسي أنه فيه شي جديد الأخطاء ممكن تكون بما أنه هلأ موسم السجاد وعما نحاول نضب ضيب ونحط الأمور قيد النساء السجادة صغيرة والغرفة كبيرة فأنه السجاد هو عامل ربط مو بس للدفع مو بس لإكمال جمالية طقم الفرش مثلا لا لازم يكون هو عنصر ربط وإلا صار في عنا مثل ما قلنا أول الشي تعقيد بصري يعني بصير أنا بركز ما بيعود فيه إنسيابية كل ما راحة العين ورتاحت بالنظر كل ما أنت شعرتي بالراحة تجاه المكان اللي أنت قاعدة فيه فالسجادة الصغيرة بالعكس بتعطيكي انطباع أنه الغرفة أصغار يعني وقعنا بالفق بتعطيكي شي اسمه فاصل أنه ما عد فيه ربط يعني أنا وقاعدة مع المجموعة مثلا ما ليحاسي حالي أني مرتاحة يعني هو بالنهاية ممكننا مع بعض قاعدين بهذا المكان كله ينعكس بيقولك أنه طب شو دخل ليش أنه ما ليحاسس بالراحة لأنه كله بيعكس على بعضه نحنا عاديين بحقول مغنوتيسية طاقة المكان بتعكس علينا إما بالراحة أو سلبا أنه مرتاحين تحسسك أنه ما فيك تنطلقي بالحديث ما فيكي أنه تأخذي أو أنت بدي أمشي تماما ما بيخلوكي وهذا اللي بيتبعوا على فكرة محلات السناكات بيحطوا ألوان محفزة للطاقة كرسة غير مريحة فبيخلوكي أيوه تمام شان أنا لا تعدي تدأك وطيولي هاي كلها يعتد دراسة علمية عن جد قاعدة على أسس أنه اللون بيعطي راحة أو بيعطيكي استفزاز أو للطاقة أكتر تماما يعني بيعطيكي طاقة محفزة يالله شو كدي ساوي شو كذا بقى شي للدراسة شي لغرفة النوم شي لغرفة الجلوس شي للضيوف شان يعدوا يستمتعوا ويذكروا لكي بالخير كل ما أزول عندي تماما عن جد من المفوت عبيوت بيكونوا الأشخاص نحنا كثير منحبوهم وحابين إنه نشوفهم بس منحس حالنا مكركبين ويا رب إن بدا تخلص الزيارة وأحمل حالي وامشي أو حتى ما تقدري تفسري الشعور يعني تحسي أنه في ضجار يعني تماما كثير من الأشخاص ما بيقدروا يفسروا الشعور أي أو أنا أهلا أنا بتجي لقلي كمهندسة مثلا تغير يعني بحاول أنه أيام يعني أنا وعند الجماعة بس دي أشواء اللي زبتها السوفة غير لما كان عن جد في تفاصيل كثير الواحد يمكن كأشخاص ما دارسين مثلا هندسة أو ما قالهم علاقة بعالم الدكور ما يعرفوا شو المشكلة حتى ببيوتهم بيحسوا حالوا أنه هنين مانهم مرتاحين أنا لازم أعمل شي لحتى كم مرتاح أنا وعيلتي طيب خلينا شوي نحكي عن الألوان رح نحكي وحدة وحدة بالتفاصيل اللي حضرتك شرحتيا عن الألوان نحن اليوم مثلا أنا عندي طائم كنبايات رمادي لأن أفترض مثل المكان اللي هلا نحن قاعدين فيه شو الصح بإني أنا أعمله كيف ممكن أعمل المخدات شو استجادة اللي أنا ممكن حطة البرادة شو ممكن تكون ألوانها لأكثر الرمادي عشان ما أحسك إنه كئيب أكيد أكيد لأنه هو اللون بارد جدا يعني هو أكثر درجات البرودة بالألوان هلأ حقلك شغلة بالنسبة للألوان هي مالا صعبة تكنيك للألوان مثل ما بتعرفي تلبسي يعني هنين ديكور والأزياء قريبين لبعض لأنه هي تلعب لعبة بصرية إنه أنا مثلا ألوان غرفة النوم شو بتحسسك لازم تكون رايقة لازم تكون متناغمة أنتي هي تستخدمي هالمكان للنوم فمعناتها بدأ تكون محفزة لهرمونات الاستقرار والاسترخاء غرفة الجلوس تتكون راحة يعني متى ما قلنا راحة معناتها ألوان الاستفزاز واللي بتنفر ولي بتعطي طاقة زيادة ما لازم تكون موجودة حنخليها بالأكسسوريز حنكون في توازن فيه تعادل لأنه ممعقول كمان تعدي بغرفة القعدة ومعيك حدا تحسي تطول مالك قعدة أنه انت لأميرقية زيادة نايمة على الآخر بتكون في توازن عنا بين قطع الاكسسوريز واللون الأساسي اللي هو حاطينه انه لفت النظر يعني فتطلع هيك بتقولي انه متى ما قلنا رمادي الستائر او الكورتينز لازم تكون كمان منسجمة لأنه هي اللي هتعطي حميمية للمكان قد ما قلنا انه لأ هي عنصر ما لأ أساسي لأ هي أساسي مثلها مثل السجادة مثل ماش التنجيد كلا يعطوا بدا يكون فيه نوعا ما يلبق مع بعض وأنا ما فيني أفرض عليك زوئي لأنه أنا الشي اللي بيلبق لبيتي غير اللي بيلبق لبيتك اللي بجيني كتير زباين مثلا بدنا مثل الصورة لها الغرفة بطلع انه طيب انتي أبعاد الغرفة اللي عندك أول بيت متوزيعه ومكان مثلا كل غرفة فيه سنتر معين للبصر أو يعني بتلحقيه يعني بدا يكون فيه سنتر انه تلحقيه التصميم ببعضه أنا ما فيني أعمل هذا التصميم بتجي مثلا تقلي أنا بدي كورنر معين أنا بدي يا يكون هون غلط لأنه لازم يكون موجه لمكان إنه فيه راحة أكتر نحط الكورنرات اللي فيها الإضاءة منغلط أيام منقول طيب نقص الشي هالغرفة نحنا ما نعرف نحنا كائنات حية منلجأ دائما نكون مرتاحين نحط عناصر طبيعية العنصر الأخضر أهم شي بالبيت هلا بتقلي لي ما بعيش عندي نباتات عندك الصناعي أو الطبيعي لكن منحط وراء إضاءة صناعية ما بتفوت شمس على الأوضاء كتير في بيوت يعني ما بتفوت الشمس بشكل كافي الإضاءة الصناعية جدا مهمة خاصة هلأ شفنا إنه الـ LED أما تحل محل كتير كبير من الإضاءة الصناعية أما تعطيك الـ daylight بنختار دائماً لغرفنا الـ daylight إنه بيعطيك راحة وما بيكون لونه بشز عن يعني يعني بيعطي تباين بألوان الغرفة لا يعطيك اللون الحقيقي تمام يعني بتكوني إنتي فارشة أحمر فجأة بيصير لونه ناري إنه أحمر فاتح ليه لأنه اختيار الإضاءة الصناعية غلط فكل عياته بيلحق بعضه هي مو إنه فزلكة وإنما علم مستند لأمور يعني أساسية نحن عم نحكي بمنطق إنه هاي الشغلات اللي بتخليك تحسي براحة هاي الشغلات اللي بتفاديك التوقعي بالغلط يعني هو ما فيه غلط مطلق أنا بالنسبة إلي فيه شغلات يعني نقدر نغيرها نقدر نغيرها نقدر نغيرها بس بالآخر كمان في زوء الشخص اللي قاعد أنتي كمان بتطلباتك أنتي مثلا كإنسانة بتشتغلي غير اللي بتكون هي ستبيت ما عارة مثلا علاقات كتير أعداد الأفراد بالمنزل كمان هذا بناخده بعين الاعتبار تطلبات كل فرد بالعيلة يعني أنا عندي مثلا أولاد كلهم عم يدرسوا كذا بحب إنه يعدوا بمكان واحد نجتمع كلياتنا كمان هذا إليه أسرار وفيه إليه حيال حتى تعملي هاي القوضة مريحة لكل الأفراد وفي كل متطلباتهم تمام إنه فيه حيال كتير سحرية إذا حابين ممكن يعني نحكي عنا ونشرح عنا لحتى كل واحد يصير عنده فكرة إنه عنجد كل شيء إليه سر به هالكون تماما هذا الشيء اللي ممكن بهذا الوقت نحنا نفتقد لو نحنا اليوم مقادرين نحنا كأهل نأمن لكل ولد من أولادنا هو غرفة خاصة فيه وتكون جاهزة لحتى يقدر يعمل شيء طيب إذا ما نحكي عن أخطاء ممكن يقوموا رسبتات البلوت فيه سريعا لحتى ما يقعوا فيه بنفس الوقت ما تسبب إحراج وانتقاد وانتقادرين 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 هو أهم شيء ما قلت لك أنا بهمني حالي أنا كون مرتاحة إذا كنت أنا مرتاحة الضيف سيكون مرتاحة في نفس الوقت بس متل ما تفضلتي في نقاط بدي ركز عليها الألوان بدي تكون متناغمة يعني تلبق مع بعض يعني مو بالضرورة أنا حط ألوان إنه من نفس الدرجات للتدرجات لا أنا بدي أكثر بشغلة إذا ما بدي أتكلف ما بدي أستعين بمساعد خارجي عندي التحف عندي مثلاً كتير سبور الستايل القوضة في ناس بتميل للسبور بس بوقت معين بيكون عندك مناسبة فينا نضيف عناصر مزخرفة عناصر كلاسيك هي بتكون التحف بيكون مثلاً لمبادير بيكون ستاند إضاءة وهي كتير عنصر أساسي الإضاءة بتكون المباشرة اللي بتكون سقفية كتير كمان مش عم مرفوضة بالنسبة لي أنا ستقفية فقط بدنا نكون ما بنا نضوي السقف ونترك الحيطان معتمة أول الضيوف أيام بيقلوا لك إنه شغلي كمان إضاءة ما لنا شايفين بعض مع إنه في عنصر إضاءة حلوي لكن هو فقير نوعاً ما بالتوزيع بنعمل إضاءة موزعة مع عنصر أخضر متل ما تفضلنا إنه منكون في إنسجام هذا كله حياطي حيوية بالطاقة وسريان منتظم للطاقة وإنتي هتحسي بأنك أدرانة إنه تستضيفي ضيوفك أو أفراد العائلة وإنتي مرتاحة لا كآبة ولا ضجة تماماً يعني أفكار كتير حلوة والفكرة اللي حكيتية لازم نحكي عنا بحلقة قاتمة بإذن الله نعرف كل غرفة شو هي الأسرار اللي لازم تكون موجودة فيها لحتى يكونوا كل أفراد الأسرة مرتاحين شكراً كتير لألك أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك أهلا وسهلا فيكي مانا لليوم